سريعاً رحت بينا لمقارنة يا جماعة رقمية أحمد سيد زيزو لعب هايل لعب على المستوى الفني كوالت بتاعه هايل حدش يقدر يقول حاجة دي كورة حسين الشحات أخبار ويه هو المهندس عدلي في جملة واحدة فرض علينا هذه المقارنة لأن ده لعيب مهم في الزمانك مؤثر وعليه شبه إجمع لدى الخبراء والنقاد وحسين الشحات لعيب مهم ومؤثر لكن أرقامهم إيه مقارنة ببعض علشان تشوفوا الناس اللي محملة جامد قوي على حسين الشحات رأيها إيه في الأرقام دي والأرقام لا تجزب زي ما بيقوله أنا بقرركم اتنين أعلى معدل عند الزمالك زيزو ثم حسين الشحات الجمهور ضغط عليه كتير لغاية لما حتى الراجل أصيب بقطع في غضروف الرجبة كانوا بيتقولوا عليه يقولك سوارش مش مقتنع بحسين الشحات وخرجوا الأسباب الفنية البعض والناس اللي طلعت قالت ومحدش حتى امتلك الحد الأدنى من الحياة إنه يعتذر كلام ده اتألف برامج اتألف برامج واستبعت حسين الشحات لأنه مش مقتنع بيه وطلب إنه يمشي والرجل عنده أطعف الغضروف أحمد السيد زيزو مع الزمالك لعب 136 مباراة حسين الشحات مع الأهلي لعب 141 مباراة تقريبا قريبين حسين لعب أكتر خمس مطشاط يعني حسين الشحات في 101 خلي بالك الدقائق حتجد إن زيزو لعب دقائق أكتر حسين الشحات في 141 مباراة سجل 35 هدف وأحمد سيد زيزو في 136 مباراة سجل 31 هدف الشحات صنع 30 هدف زيزو صنع 25 هدف طب البطولات لا استنى بس هنا أصفيق القام ساعتها عايزة تتحلم الشحات ولا ضربة جزاء الكابتن زيزو على الأقل فيه 15 ضربة جزاء موظم هدفه ضربات جزاء يعني وهو لاعب رائع ومؤثر وأهم لاعب زمالك ويقال إنه أهم لاعب مصر في الوقت الراهن بنقرر لكم حسين الشحات هذا المفضل عليه جماهيريا زيزو عند الجمهر القوية أحد الأساطير وعند نقاد الكرة أحد أهم المفاتيح واللعب وأهم اللاعبين واللعب الدولي اللي لغينا عنه بينما حسين الشحات إحنا شايفين بيتعامل إزاي سواء من نقاد أو من لعبة أو من جماهير أو من إعلام الجماهير آخر ناس أنا أمها لأيناها متأثرة بالكلام ده كله المناخ العامل اللي صنعوه بقولهم بقولهم الفكرة اللي عايزين يرواجولها وحسين الشحات ده بيعمل إيه بيعمل إيه ده كل إفه جمهور اللي قال اللي عايز يستمتع به اللي وراء حسين الشحات التشميسة والترقيصة والبتاع ده إحنا كمان خلي بقى لك إحنا لو ورناكو اللي جوان بقى الحاجة والتلاتين جون دول ما فيش جون مش أحلم التاني ما فيش جون مش فيه قرار وفكر وتصرف وأضاع أضاع لأنه هو اللعيب القوي كده يوصل كتير ويلعب ويضيع ويجيب لكن هل حسين الشحات جايب آخره لا مش جايب آخر أقفوا معا عشان يجيب آخره وتشوفوا بقى واحد بيضاعف هذه الانتاجية لكن من أول يوم الناس نوع من التقليل والهجوم الغير مبرر يعني الحقيقة حتى أنت لما أنت روحت كاس العالم ما هو هدف وانا ما هدفش هو عداك الماتش الصعب الدوحيل مش هو اللي جايب الجنب أي طيب يا وانت أصلا الإسهام في البطولات يعني لتنين فترة واحدة وعدد ماتشات متقارب ماتش الوداد اللي عدهولك هناك حسين الشحات ساهم مع الآله في الفوز بثمان بطولات ثمان بطولات الدوري لمصر مرتين وكاس مصر وكاس السوبر ودوري أبطال أفريقيا مرتين وكاس السوبر الأفريقي مرتين ولو أضفت إنجاز بطولة العالم برونزية مرتين يبقى دي العشرة الكاملة دي العشرة الكاملة في ثلاث سنين أو الأربعة في مية واحد واربعين مباراة أنا مرتبط بالرقم عشان عدد الماتشات وحدة المقارنة زيزو مية ستة وتلاتين مباراة ساهم حسين عشر بطولات تمانية زائد برونزيتين لكاس العالم وزيزو أربع بطولات أقل من نصف عدد بطولات حسين الشحات مع الأهلي الأربع بطولات فيهم الدوري كاس السوبر المصري كاس الكونفدرالية وكاس السوبر الأفريقي حسين يتفوق على إنه نوعية البطولة أنا بتكلم على اتنين دورة أبطال أفريقي حتى حسين وهو بياخد كاس السوبر الأفريقي ما قدرش يحسب كاس السوبر الأفريقي بطولة زي دورة أبطال أفريقي دورة أبطال أفريقي زيزو مجابهاش حسين اتنين دورة أبطال أفريقي اتنين مدالية تكسل عالم للأندية ثم الدوري مرتين يعني زيزو عنده دوري الشحات عنده دوريين أنا ليه بقرن لكم بقرن لكم حسين بالطب بتاع الزمالك عشان تشوفوا حجم الظلم اللي بيقع على لعبتنا علشان في لحظة قالوا أي إحنا تعبنا إحنا استهلكنا على الرغم أن لدى حسين أكثر من هذا بالكثير ونتوقع منه أفضل من هذا بالكثير ولكن ما يقدمه لا يمكن أن يكون سبب في الهجوم عليه على الأقل يعني